قبل أن أروح للأكلات، أنا في الحتة دي فعلاً، يعني أنا ممكن مثلاً، أنا مزيعة راديو، ففيه ناس بتيجي يعني اللي هم بيعشاؤوا صوتك بس، لا شافوك ولا تعاملوا معاك، فيجوا يقولولي تبتدينا طاقة إيجابية، فهل الصوت؟ طبعاً، فيه ناس بتتعلق بناس وبيتجوزوا وبيحبوا بعض بالصوت؟ بالتون، لأن الصوت في الآخر، خلي بالك يا إيمان هنم أن أي صهرة للمخ بيستقبلها عن طريق حواس المخ، من ضمنها السمع، السمع ده عصب، السمع بيروح للمخ في الآخر ويخزن الأصوات في صورة معينة، الصورة دي بتساعد على إفراز نوع معين من هرمونز اللي ممكن تخليكي متقبلة، أو بقى، أو العكس خقوله لك، مش ممكن ناس تشوف حد وتقولك لا والله الشخص ده يعني مش مرتح له، أو من غير ما تتكلمي معه، أو على إيمان، ممكن تريد صوته، شكله، كلامه، يعني أي حاجة، اللي هو الناس بتسميها دلوقتي ما فيش كاميستري، ما بيني وبيني، ما بيني وبيني، الكامياء دي جابتنا وراء دكتور، الكامياء الكامياء الكامياء، الكامياء، الوزء ده يعني إيمان هينم بتاع الكاميستري، هو في الأخذ دي علاقة بالهرمونز اللي بتطلع لأن، لقوا بقى حاجة لفل أعلى شوية، إن مجموعة تفاعلات الهرمونات اللي في الجسم، بتطلع انرجي حواليكي، هلة من الانرجي حواليكي، عشان كده تلاقي في بعض الناس وجودها مصدر سعادة، مش حضرتك مثلا ليكي يا صحاب، ومثلا تقولي، والله أنا لو مودي مش حلو، أنا هكلم مثلا سالي فيكي تقعد معانا، اللي هي دي بتزبط لي مودي، مش بيحصل ده؟ وممكن الشخص ده بس هو، آه طبعا يعني إيمان احنا شايفين نقعد من غيرك، بس أنا ممكن إيمان تبقى أصلا متضايقة، يعني إيمان ما عندهاش الطاقة ولا للباور، إن أنا أفرح الناس اللي حوالي، بس أنا لما بنزل وقعد وأتكلم برضو بديهم طاقة، ما عافش إزاي؟ ده أنا هقولك يا إيمان، اللي بتقولي ده صح لأن الهرمونات بتاعتنا، أول ما بنخش في مود الساعة ده بندخل نفسنا فيه، دي بقى فيش السيركل، ما بنعرف شو نطلع منها، هقولك إزاي إيمان يعني إفرط حد، أنت قلت مثل جميل جدا، حد المود بتاعه لأي سبب من الأسباب، زوج أو زوجة أو ابنة أو أخر، مش حل، مش حل، وصابح النهاردة معاك يا ابني تعالى أخرج لأ ما ليش نمزاج أخرج، مش الحل بالعافية، الحل أنا هبدأ أعمل أتحامل مع الشخص ده للحاجات اللي هي بتستل، بتحسن الحل المزاجية بتاعه، سواء أكلة معينة، سواء موسيقى معينة، أو سواء إن في بعض الناس اللي بيخلي الهرمونات بتاعت الساعدة بتقل قوي، إن الشخص يبقى عنده مشكلة، ومشكلة هو مش شاف لها حل، طب ما يمكن مشكلة مرضية، أنا عندي مرض معين بيخلي فرز الهرمون ده ما يتفرس في جسمه، ده مية في المية إننا عندنا جزء كبير جدا من أمراض المخ اللي حتاك بتقولي ده صحيح، مية في المية تشخصها الأساسي، التغير في الشخصية، لا إحنا ده كثرة برضو يعني وفهمي كل حاجة،